موسيقى اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد المرة الاولى مع هذا البرنامج الجديد قصة الكنيسة في هذا البرنامج بمشيئة الرب هنستعرض مع بعض تاريخ الكنيسة الاولى والاحداث المجيدة التي تمتها هذه الكنيسة التي ستبقى مثالا ومرجعية رائعة لكل تاريخ الكنيسة ونموزجا رائعا للكنيسة المعاصرة اليوم عبر هذا البرنامج هنمشي في رحلة مع بعض نتعرف فيها ما حدث في الكنيسة الاولى من بركات وتحديات من امور صعبة وامور سهلة من اسماء كبيرة معروفة ومن اسماء مجهولة وكلهم شاركوا في بنيان كنيسة المسيح ثم نتعرف ايضا على اسماء كبيرة واخرى غير معروفة كانت تقاوم عمل الله لكن النصرة في النهاية كانت لرسالة الانجيل كتاب سفر الاعمال اعمال الرسل يقدم لنا هذا التاريخ بوضوح واستفادة جميلة جدا ارجو ان ترافقني في هذه الرحلة وكلنا محتاجين نتعلم ونرى جمال عمل الله في قصة الكنيسة خلينا نهاردة ببتلي معاك مقدمة مهمة جدا وانا سفر الاعمال اعمال الرسل وانا كتبت كتاب في هذا الموضوع وسميته اعمال الرسل ام اعمال المسيح ويمكن اشرح ده بعد شوي لكن خلينا نقول سفر الاعمال المعروف لنا النهاردة هو الكتاب الثاني للبشير لوقة كتبوا لصديقه سوفيلوس وليه ايضا الكتاب الاول المعروف بانجيل لوقة في معظم ترجمات الكتاب المقدس بيوضع لسفر الاعمال عنوان اعمال الرسل مع ان الرسل لم يظهروا مجتمعين الا في الاصح الاول لما كان اجتماع الصلاة من اجل اختيار بديل ليهودا وفي اصح تلاتة واربعة ظهر بطرس ويحنى معا يسميه البعض الاخر سفر اعمال الروح القدس او اعمال الكنيسة الاولى وبالعودة للكاتب اللي هو لوقة البشير اللي قصد ان يكتب الكتاب الاول اللي هو الانجيل الى صديقه يخبره فيه عن حياة وتعليم يسوع المسيح وبعدين اراد في الكتاب الثاني اللي هو سفر الاعمال يكمل القصة من حيث انتهت في الانجيل فالانجيل انتهى بمشهد صعود المسيح ثم عودة الرسل الى ورشاليم وهو ده بالضبط اللي استهل بيه سفر الاعمال حيث اجتماع الرسل في ورشاليم وبداية عمل الله في الكنيسة الاولى سفر الاعمال اذا بيصف حياة المسيح وخدمته الممتدة من خلال الرسل والكنيسة التي هي جسده عاش اليسوع المسيح ومات على الصليب ودفن في القبر واقتار اعتقدوا انه هي دي النهاية نهاية حياته وخدمته لكن الحقيقة يسوع ليه كل المجد استمر يعمل ويعلم من خلال جسده الحي المتحرك في العالم في انجيل لواء بنشوف السجل عن جميع ما ابتدى يسوع يفعله ويعلم به زي مذكور في اعمال واحد واحد ثم يأتي سفر الاعمال ليكمل ما ابتدأه يسوع فالقصة مستمرة ومتكاملة لم تنتهي حتى بنهاية سفر الاعمال وقول المسيح في الماضي ابي يعمل حتى الان وانا اعمل يرن صداه الى اليوم بقى الوال الى يوم مجيئه ثانية في الايات الاولى من هذا السفر اعمال واحد واحد الى احداشر يكشف لنا بالتحديد الاستمرارية في اعمال المسيح وبقول للتركيز اول حاجة مازال يظهر نفسه لتلميذه يسوع مازال يظهر نفسه لتلميذه ناخد بانا بين قيامة المسيح وصعوده اربعين يوم في هذه الفترة اراهم ايضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم اربعين يوما صح واحد وآية ثلاثة كان التلميس في المرحلة دي في مسيس الحاجة لتثبيت ايمانهم كانوا محتاجين يكون عندهم يقين من دعوتهم وارسليتهم يمكن مرة تانية هنتكلم بالتفصيل عن الظهرات اللي كانت في هذه الاربعين يوم لكن مهم نعرف انه خلال سفر الاعمال يسوع ماذال يظهر نفسه لتلميذه زي مثلا استفانوس في سفر الاعمال اصاح سبعة وآية خمسة وخمسين يقول لنا عن استفانوس واما هو فشخص الى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله فيسوع ظهر لاستفانوس كمان في شاول الترسوسي وده اللي بنراه بعد كده في سفر الاعمال اصرح تسعة ماذا حدث مع شاول الترسوسي بان الله شخص الرب يسوع ظاهر له في الايات من ثلاثة الى ستة وفي ذهابه حدث انه اقترب الى دمشق فبغتة ابرق حوله نور من السماء فسقط على الارض وسمع صوتا قائلا شاول شاول لماذا تطهدني فقال من انت يا سيد فقال الرب انا يسوع الذي انت تطهده صعب عليك ان ترفص مناخس فقال وهو مرتعد ومتحير يا رب ماذا تريد ان افعل فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل والحقيقة في اوقات خاصة كانت بتتسم بالخوف والخطر ظهر الرب لبولوس ايضا في سفر الاعمال صح 18 قال الرب لبولوس برؤية في الليل لا تخف بل تكلم ولا تسكت لاني انا معك ولا يقع بك احد ليؤذيك لان لي شعبا كثيرا في هذه المدينة في اصاح 27 وفي السفينة وفي قلب العاصفة قال بولوس للركاب والمسافرين معه والان انذركم ان تسروا لانه لا تكون خسارة نفس واحدة منكم الا السفينة لانه وقف به هذه الليلة ملاك الاله الذي انا له والذي اعبده قائلا لا تخفي بولوس ينبغي لك ان تقف امام قيصر وهوذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك حبائي يمكننا ان نرى اليوم تكرارا لهذا الظهور بكيفية روحية ما زال الرب يظهر نفسه لتلاميذه يستطيع المؤمن ان يرى الرب بناء على وعده في يحنى 14 وعد الرب الذي يؤكد هذه الحقيقة الذي عنده وصياي ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني يحبه ابي وانا احبه واظهر له ذاتي يحنى 14 وآية 21 ومن من لا يشتاق ان يراه هو يظهر ذاته كذلك في الكلمة المقدسة هو اللي قال في يحنى 35 فتش الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياة ابدية وهي التي تشهد ليه مش بس كده اعمال عنايته بنا تظهر لنا ذاته في كل يوم فهل نفرح برؤيته زي ما فرح التلميذ اضراء الرب نعم ما زال يظهر نفسه لتلميذه ثم ما زال يعلم تلميذه علم المسيح هؤلاء التلميذ في ثلاث سنوات تقريبا قبل الصليب واستمر يعلمهم بعد القيامة وقبل الصعود ومش عارفين على وجه الدقة ماذا علمهم في هذه الاربعين يوما لكن اتوقع انه افهمهم سر الصليب وضرورة القيامة يمكن كلمهم عن طبيعة الله يمكن شرح لهم اكثر فكرة الاتحاد بينه وبين الاب حقائق كثيرة لم يفهموها من قبل ومنها محبة الله واتسعها لتشمل كل البشر يبدو ان هذا الامر اخذ منهم وقت امرهم بعد ذلك ان يكونوا شهودا له في ارشاليم واليهودية والسامرة والى اقصى الارض وهكذا بدأت الكنيسة في ارشاليم واليهودية واضح ان الكنيسة حتى يوم الخمسين كانت يهودية خالصة واستمر ده لسنين حتى اللي اصبحوا مسحيين من هذه الخلفية كان صعب عليهم يدركوا انه مع ارشاليم واليهودية هناك السامرة والى اقصى الارض لكن بقوة اعلانات الروح ذهب الانجيل للسامرة في اصاح تمانية وذهب للامم في اصاح عشر واحداشر نعم الرب علمهم اربعين يوما وبعد كده اطلقهم للارسالية العظمى واليوم ما زال يسوع بروح القدوس ومن خلال الكلمة المقدسة يعلم تلاميذه في كل مكان صدى كلماته قديما الالف يحن سبعة ان شاء احد ان يعمل مشيئته يعرف التعليم صدى هذه الكلمات ترن في اذان الكسيرين والذين ينطبق عليهم الوصف كل من يصنع اقوال هذه ويعمل بها وشبهه برجل عاقل بان بيته على الصخر نعم ما زال الروح القدس يذكرنا باقوال ربنا يسوع ويأخذ مما له ويعطينا ويرشدنا الى الحق لانه روح الحق ما زال الرب يظهر ذات لتلاميذه ما زال الرب يعلم تلاميذه ثم ما زال الرب يأمر تلاميذه بقيمته وبقاءه معهم اربعين يوم يظهر لهم ويعلمهم بدأوا يفهموا بدأوا يفهموا من جديد من هو بدأوا يفهموا ويقدروا عمل الصريب ابتدوا يفهموا نصرته على الموت وادركوا تماما انه هو المسيى والمخلص ومن الان هو السيد والرب على حياتهم ينبغي ان يخضعوا له في كل ما يأمرهم به عشان كده امرهم امرهم ان لا يبرحهم الورشالين بل ينتظروا ما وعد الاب امرهم كذلك يذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به وهنا معكم كل الايام الى انقضاء الظهر قال لهم اذهبوا الى العالم اجمع وكنزوا بالانجيل للخليقة كلها هنا في سفر العمال بيرسم ليهم خريطة التحرك في الوعد المشهور في اعمال واحد تمانية تكونون لي شهودا في اقر الشليم في كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض ونشكر رب تجاوب التلاميذ واطاعوا امره وكانت النتائج مبهرة جدا حتى ان في وقت الضيق والاضطهاد كانت النتائج ايضا مشجعة وفكرك بس ببعض من هذا الصمر المبارك اللي حدث نتيجة انطلاق هؤلاء للخدمة والكرازة بنقرأ كده في اعمال واصاح اتنين هذا القول المبارك على سبيل المثال فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو سلاسة الاف نفس اعمال اربعة وآية اربعة وكسيرون من الذين سمعوا الكلمة امنوا وصار عدد الرجال نحو خمسة الاف اصلاح خمسة وآية اربعة اشر برضو بيقول لنا على هذا الصمر كان مؤمنون ينضمون للرب اكثر جماهير من رجال ونساء وعمال ستة وآية سبعة يحكي لنا برضو عن هذا الصمر كان مؤمنون ينضمون للرب اكثر جماهير من رجال ونساء وعمال تسعة واما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر نحن اليوم علينا ان ندرك جيدا ان يسوع حي وهو الرب صاحب السلطان وينبغي ان يطاع في كل ما يأمرنا به ماذا الامر قائم اذهبوا اخرجوا للعالم انتم نور العالم انتم ملح الارض فهل نلبن دا هل كل واحد مننا يقول له ها انا دا حاجة الاخيرة مازال يقدم الاخبار الصارة لغير المؤمنين سفر الاعمال بيقولنا هذا الحق ماذا للرب يقدم الاخبار الصارة لغير المؤمنين من خلال الرسل وغيرهم قدم الرب يسوع في سفر الاعمال اخبار صارة جدا للخطاة اعلن ليهم رسالة الانجيل وبشرى الخلاص اللي مركزها محبة الله المقدمة في المسيح يسوع لجميع الناس في يوم الخمسين استخدم الرب بطرس واخرين علشان يكشف الحقائق ان يسوع هذا الذي صلبوه ورفضوه اقامه الله وهو اليوم يقدم ليهم الحب والغفران وعطية الحياة الجديدة مليان سفر الاعمال احبائي بهذا الحق في لبس يعلن الاخبار الصارة للسامريين المكروهين والمنبوزين انهم الان محبوبين من الله وليهم نفس فرصة الخلاص والمجيء الى الله في شخص المسيح يسوع غير الرب اتجاه قلب الكسيرين اللي كان عندهم تعصف في الماضي اللي كانوا من ضمن اليهود المتعصبين المغلقين لكن خرجوا اعلنوا الحب والغفران الالهي للجميع نستخدم بطرس علشان يعلن رسالة الانجيل للامم وما زال الرب لغاية النهاردة بيستخدم كتار من ولاده ومن بناته علشان يعلنوا الاخبار الصارة لاخرين ارجو انت انت تكون شريك في هذا التاريخ يسوع مازال يفعل هذه الامور يظهر ذاته لتلاميذه ماذال يعلم تلاميذه ماذال يقدم الاخبار الصارة لغير المؤمنين ماذال يفعل هذه الامور كما كان يفعلها سفر الاعمال احبائي من سماته انه سفر مفتوح يضاف اليه كل الابطال في خدمة الانجيل ونكمل حدثنا بمشيئة الرب في الاسبوع القادم استودعك لنعمة القدير مع قصة الكنيسة اشتركوا في القناة